مرحبا بكم من جديد عائلة جيل بخو أدعو الله أن تكونوا بألف خير وأعتذر عن غيابي في الحلقة السادسة كما تعلمون جيل بخو كيتز لقريات للكبار ومتعب وفائدة للصغار أملوا أن تنال رضاكم فقرعتونا ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتشجيعنا بمقترحاتكم وأعرائكم في التعليقات أما جوابوا عن لغز الحلقة الماضية من هو الخال الوحيد لأولادي عمتك فهو بدون شك والدك الغالي فاتعك الله برضاه أترككم الآن مع فقرات الحلقة السابعة من جيل بخو كيس وفرجة الممتعة ولقاءنا بعد ذلك متجدداً مع فقرة روز اليوم متجدداً مع فقرة روز اليوم من ناحية قبل الملة كيلب بابران كتكوتن بابن كتابن توتن تينن كبشن ركبة تلفازن كوب كتاكيتن حمامة برميل هذا قلمي قلمي أكتب بقلمي تينن توتن بومتن بابن بابن مكتبي كبير أرتب أرتب كتبي بمكتبي ألاحظ مريم مريم مائمة كتب 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 تين هل هل تعلموا أن النملت تستطيع أن تحمل وزن كتب يفوق وزنها بخمسين ضعفة من يحمي البيت من يحمي البيت أتمنى أن يقام على ساحة بيت له حديقة رسم القلم الأحمر على الورقة بيت صغير ورسم الأخضر بابا ونوافذ رسم القلم الأسود غرباناً تطير ومتخنه ورسم الأزرق سماء صافية ورسم الأصفر شمساً مشرقة وغطى القلم الأخضر أرض الحديقة بالأعشاب والأشجار قالت الورقة البيضاء أنا الآن بحاجة إلى من يحرص الدار ويطرد الفأر سارعت الأقلام الخمسة إلى رسم قطة وكلب قطة وفي تلك الوحظة جاء حمار نظر إلى البيت بإعجاب ثم قال ما أجمل هذا البيت؟ سأسكن فيه قالت قالت الورقة البيت بيتي قالت الأقلام الخمسة نحن صمعناه لصديقتنا قال قال الحمار صار البيت بيتي ما دمت أسكن فيه هجم الجميع فجأة على الحمار وخذته وخذته الأقلام وخمشته القطة وعطه الكلب ولقرته الغربان لهق الحمار ركل بقوة حتى تعب وفي الأخير تضر إلى الهرب بعيداً عن البيت له من يحميه ويدافع عنه المترجم قالوا لا تزمعنا لا تسرج شتا تلجم وعقد عقدة صحيحة ولا تتكلم حتى تخمل لا تتكلم لا تتكلم بيها موسيقى 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 باللسلة اليا دمتل تعمل موسيقى موسيقى ولا أن ضلن ولا أن دنضل بدأت لدأت أم دي أم دواء سنة قطع أم لنزل قول لنزل أم لنزل أناس أم لنزل أم لنزل سنوات ماردي un دي un دواء دي 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 دواء دو دي دو دو دي ملو فهتACE دواء أخذ اللي les jours de la semaine sur son ardoise lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche elle demande la date à Farid mardi 10 octobre Farid joue au domino il mange des dates tout va tellement vite que nous arrivons à la fin de notre vie sans sans avoir pris le temps de vivre je suis noyé dans la soupe et la petite marmite continue à bouillir l'homme riche l'homme riche top 1 arrête toi et vite ensuite aussitôt la petite marmite s'arrête prenez prenez votre marmite prenez-la la je ne veux plus voir cette soupe je ne veux jamais en manger de la oubouir la va là pour les aménes à la à la de la الحلقة السابعة والنغز هو أين تقع أعلى نقطة على سطح الأرض سأعيد النغز أين تقع أعلى نقطة على سطح الأرض من توصل علمكم إلى الجواب فليتركه بخالة التعليقات وفي الكتال أشكركم على حسن المتابعة أنتم في معاية الله وإلى حلقة جديدة إن شاء الله أغبوغ أغبوغ